الحديث عن التغيير في محيطنا العربي أسير لفكرة الدولة التي تهيمن على خيال السياسي وغيره حين تراوده أفكار الإصلاح إما بمحاولة الضغط عليها ودفعها لتبني ما يطرحه من أفكار أو سياسات وإما بأن يسعى للسيطرة عليها لتكون وسيلته لتحقيق ما يؤمن به وفي الحالتين تكون فكرة الدولة حاضرة دائما ثم تمن يرى أن الدول العربية الحديثة وجدت بفعل القوى الاستعمارية التي قامت برسم الحدود وصناعة مؤسسات الدولة بعد تجزئتها بما يخدم مصالحها في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية بالمقابل فإن هناك من يرفض هذا التفسير ويرى أن جذور الدولة الحديثة كانت قبل مرحلة الاستعمار للمنطقة المحاولات التي أرادت التوفيق ما بين التراث والحداثة في معظم الدول العربية بعد استقلالها لم يكتب لها النجاح إذ أصبحت معظمها دولا شمولية لا تمثل رغبات المجتمع وتوسعت الفجوة بين الدولة الحديثة وبين الثقافة الاجتماعية ففشل ذلك التحديث وتوسعت الحكومات في الاستبداد وقمع الشعوب وإجهاض كل محاولات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي فالدول العربية ليست دولا حديثة بمعناها العالمي المعروف بل هي نموذج مشوه منها فمنذ بدايتها عرفت بخلل في بنيتها يجعلها في دائرة الفشل مقارنة بالمعايير العالمية الوعي السائد اليوم في أجهزة الدولة الحديثة يعاني من أزمة حادة حيث انفصالها العميق عن الشعب وإرادته وبعده عن خياراته وقناعاته الكبرى مما يدخل الجميع في أتون الحروب الصريحة والمضمرة ويرهق كاهلهم ويجعلهم على هامش حركة التاريخ ومن هنا تنشأ الحاجة لبلورة صيغة حضارية تضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع لتكون علاقة تفاعل وتكامل لا قطيعة وصدام